مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم الحقيقة خبر مهم جدا النهاردة عنوانه أنه الأهلي بيتقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد تجاوزات وإساءات رئيس الزمالك نهارا لحضراتكم نص البيان حقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كلف اليوم الإدارة القانونية بالأهلي بتقديم بلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك بسبب ما جاء على لسان الأخير في الفيديو اللي بثته صفحته الرسمية على الفيسبوك أمس واللي حاول فيه التأثير على سير التحقيقات اللي بتجريها نياب العامة بخصوص البلاغات الاثناشر المقدمة من رئيس الأهلي ضد رئيس الزمالك وتجاوزاته التي تسيق لكل المجتمع المصري جاء تأكليف رئيس الأهلي لإدارة القانونية بتقديم البلاغ للتأكيد على تمسك النادي بموقفه وعدم التفريد في حقوق الأهلي وقياداته ورموزه خاصة أن رئيس الزمالك لم يتوقف في حديثه الأخير عند الإساءات غير الأخلاقية والاتهامات البطلة براحة يحاول الإساءة للعلاقة بين النادي وبين مؤسسات الدولة وهي بالطبع محاولات فاشلة اعتد عليها في الفترة الماضية لتبرير خروجه عن الأداب العامة لسيما أن النادي الأهلي صاحب النشأة الوطنية ورئيسه محمود الخطيب لا يزايد أحد على موقفه الواضح والداعم لسيد رئيس الجمهورية لمواجهة كل التحديات خاصة في الفترة الحالية وكذا مساندة مؤسسات الدولة التي تبدل أقصى جهد وتعمل لمصلحة الوطن وهو ما أكد عليه رئيس النادي الأهلي في كلماته الأخيرة عند افتتاح قناة النادي بعد تطويرها منذ ثلاثة أيام يأتي البلاغ رقم 13 من جانب الكابتن محمود الخطيب لثقته بأن دولة القانون سوف تنتصر مهما طال الوقت حتى ولو كان هناك من يحاول تعطيل القانون بحصانة برلمانية كان من المفترض أن تكون حماية لحقوق الشعب وليس لحماية من يقدم فاصل من الإهانات والشتائم والسباب والاتهامات البطيلة بصفة شبهي يومية وهو ما يتعارض مع قيم المجتمع التي ترفض كل هذه التصرفات خاصة الخوض في الأعراض والإساءة للأمهات كما أن ما تناوله رئيس الزمالك في الفيديو الأخير أمور من شأنها التأثير على تحقيقات النيابة العامة التي تجريها في البلاغات التي تقدم بها الكابتن محمود الخطيب ضد رئيس الزمالك وهي جريمة معاقبة عليها بالمادتين 186 و187 من قانون العقوبات وأن قيام رئيس الزمالك بهذا التصرف ونشر أقواله على حسابه الرسمي على الفيسبوك ومن ثم تناولها في مواقع إلكترونية أخرى بهذا النشر تتحقق جريمة التأثير في القضاء والنيابة العامة في دعوة مطروحة للتحقيق لدى المستشار النائب العام هذا وتقدم الإدارة القانونية بالنادي الأهلي مع البلاغ المشار إليه استوانة مدمجة بتحمل كل مجاء على لسان رئيس الزمالك من إساءات وتطول ومحاولات الإساءة للعلاقة بين النادي الأهلي ومؤسسات الدولة والتي لم ولن تهتز بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة ده طبعا كان بيان النادي الأهلي الحقيقة يعني طول عمرنا الحياة عودنا من هذا الكيان العظيم إنه لا يتدنى بمستوى في أي صراع من أي نوع أو أي خلاف حتى وإن كان خلاف في وجهات النظر خلاف بسيط في وجهات النظر لا يتدنى بأي شكل من الأشكال وإنه بيحمل على طيقه إنه هو مؤسسة تدافع عن القيم وعن المبادئ وبالتالي يلجأ فقط للأطر القانونية بهدف الحفاظ على حقوقه فاصل سريع ونرجع نستكمل بقية فقرات حلقتنا في السادسة مع حضراتكم أنا وصر